بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوتي اخواتي فيديو جديد كنتمنى يربي يلقاكم في احسن الاحوال وصحة جيدة يا رب الوصفة اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو ان شاء الله هي الدجاج على طريقة كي افسي او كينتاكي كل شيك يعرفوا على ما اعتقد المهم كي يجي لذيذ كي يجي رائع نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة بطريقة والمقادير غنعطيكم واللي جربها يخلها اللي يفتع عليك يفجته بصدق وامان المهم باش منطول عليكم بالنسبة للمقادير غنخلي لكم كل شي في صندوق الوصف اللي بغا يجرب الوصفة غنمشي صندوق الوصف غنلقا قاع المقادير ان شاء الله غنكسبهم لكم تماماك صافي باش منطول عليكم بنادرا خليكم مع الفيديو راح غن يوضح لكم كل شي ان شاء الله يا الله ما تنسوش ديروا لايك باش تدعموني واشتركوا في القناة لي ما مشتركش دغطة زر ما غا تكلفك هتا حاجة و جزاكم الله خيرا وبلما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو واحدة معلومة بالنسبة لهاد القطاع ديو الجاج باش يستحسن انكم تب لهم ليلة قبل باش ينجح معاكم هذك الدجاج باش طلعت جاج بنين يتشرب تثبيل علاخاته اللي زربان على الاقل يخليهم 11 دقيقة حتى 20 دقيقة ضروري باش يتنجح معاها الوصفة ان شاء الله هنا يا بويت نشرح عليكم مغار علاش الماء البارد لان هاتكون لحظوا ان كتشوفوا التلج ماء بارد ضروري ضروري باش داك الدقيقة دياننا كيشدلينا مزيان في ذوك القطاع كيعطي واحد الشكل عندما كتشوفوا بحل خطوط ولا مهم الفيديو كيوضح متمنى نكون شرحت مزيان اشتركوا في القناة 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 الى نصفين وكل نصف قد قطعها الى اربع والفيديو راكي وضع نتمنى وكل شيء مفهوم الى نصفين ونزود الى نصفين ونزود الى صويا سوس لكي اعطينا صوص باربيكو وهذا هو الشكل النهائي للتجاج وهو السوس اللي صيبت معكم والبطاطاة ها هي جربوا هاد الشي اللي اعطيتكم وبالطريقة اللي اعطيتكم وبالمقادر اللي اعطيتكم غديت نجح معاكم وغديت تأكلوا واحد تجاج اللي اكتر من رائع بصدق وامعنا يعني هاد شيرها نجربها مرات ومرات ولجنة تحكيم ديالي هاية والدرادة لكم العلامة ديال لايك اجباتوا وبانتح ذايا قد ولكم جربوا الوصفة رائعة وكما عودتكم دائما كان رحب للجميع في الانستغرام ديالي ما تنسوش دلو بكولو و الان القاكم في فيديو جديد ان شاء الله استودعكم والضاهر لدينا قطع وذائعه و الى اللقاء لا تنسوش لايك اعطي الماما لايك وتشار وتسسكرايب باي باي اشتركوا في القناة